خلال مؤتمر تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية شدد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة على أهمية أن يحظى تعليم اللغة الإنجليزية للطلبة الأردنيين بأولوية قصوى تلبية لاحتياجات المنافسة العالمية من خلال استراتيجيات وأساليب تدريس مستجيبة وشاملة لنظريات تعلم اللغة واكتسابها فما هي أسباب ضعف اللغة الإنجليزية بين طلبة المدارس وكيف نعزز ترسيخها بطرق منهجية بينهم للحديث حول هذا الملف نرحب بالمديرة السابق للمركز الوطني لتطوير المناهج دكتور محمود المساد صباح الخير دكتور صباح النور أهلا بك فجوة واضحة هي بأكثر من معيار وبأكثر من مقياس المقياس الأول لربما ما بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمقياس الآخر ما بين الصفوف وهناك مقاييس عدة يمكن الحديث عنها اتباعا ولكن السؤال الأهم وأنت مطلع على المناهج الوردنية ولديك خبرة وباع طويل في التعليم ما سبب ضعف اللغة الإنجليزية لدى طلبتنا في عام 2024 علما بأنه اللغة الإنجليزية في عام 1999 تم إدراجها كلغة أساسية للطلبة من الصف الأول وحتى التوجيه نعم أشكرك بداية فعلا سعيد جدا بأن معالي وزير التربية والتعليم كشف بنفسه عن أن الطلبة الأردنيين يعانون من ضعف بين في اللغة الإنجليزية وهذا الضعف يعني تمنيت أن نتحدث به يعني في مباحث أخرى وقد يستشف البعض بأن حال اللغة العربية والعلوم والرياضيات أفضل من اللغة الإنجليزية ولكن حقيقة الوضع بأن التقييم العالمي والاختبارات الدولية وكلها وضعت ترتيب الأردن في اللغة الإنجليزية على الأقل ضعيف جدا يعني بجوز ورانا كم دولة مع أن الأردن بالذات النظام التعليمي يدرس اللغة الإنجليزية من الصف الأول نعم صحيح وأحيانا رياض الأطفال تركز على اللغة الإنجليزية كثيرا إذن المشكلة هي عامة لكل النظام التعليمي ولكل المواد هذه يعني بديهية يجب أن نتفق عليها بتصنيف عالمي وليس بتصنيف أردني الآن ما السبب الذي جعل من الطلبة يعني أكثر ضعفا باللغة الإنجليزية وبالذات المدارس الحكومية دون المدارس الخاصة وهذا يعطينا أنه كأنه في تجربة أو مدارس تجربية أنه لماذا المدارس الخاصة أفضل من المدارس الحكومية فنستطيع أن نأخذ من هذه النتائج ومن هذه التجربة ما يعني يكون مدخلا للحل واقع الحال أن المعلمين في المدارس الحكومية أفضلوا يعني خبرة وتأهيلا والمدارس الخاصة يعني تركز كثير على المعلمين الجدد إذن المشكلة مش بالمعلم من حيث التأهيل والخبرة إذن شو المشكلة بأبسط الأمور واضحة جدا وهي ما يتصل بيعني البعد القيمي بعد الاهتمام والجدية والخوف على الوظيفة وربط الإنجاز والأداء إنجاز الطلبة والأداء من المعلمين بترقيتهم وعلاواتهم وكذا إذن لما ندخل على المدارس الخاصة نستطيع أن نجد يعني الشكل العام للمعلم وهو بالدرجة الأولى يعني أنسب ويمكن الاتباع بالمدارس الحكومية لهذا النهج الجانب الثاني وهو أيضا الأهم أن هناك مساحة من الوقت في المدارس الخاصة لمزيد من الأنشطة لمزيد من الحصص لمزيد أيضا من تدريس مواد تدرس في اللغة الإنجليزية مع ذلك أنه في ممارسة أكثر وفي إتاحة فرص أكثر للطلبة إنهم يتعلقوا اللغة الإنجليزية اسمه نفس الدوام دكتور يعني طلبت المدارس الخاصة سبعة ونص للثلاث أو للثنتين وطلبت المدارس الحكومية من وين إجا الوقت؟ أنا أعطيك الوقت الوقت هو يعني يمكن فاتنه شكرا إلك أن الحديث عن المدارس الخاصة نحن عندنا 35% على الأقل من عدد المدارس خاصة في الأردن نعم المدارس الخاصة التي نتحدث عنها وأنها أفضل حالا باللغة الإنجليزية يعني لا تزيد عن خمس إلى سبعة بالمية من هذه المدارس فهي من المدارس المناسبة فأكثر اللي بتأخذ فترة أطول من الدوام بتأخذ جدية ويمكن فيها فترات استراحة وأنشطة وداخل المدرسة وخارج المدرسة هذه المدارس لا أريد أن أسميها اليوم الطويل ولكن أريد أن أسميها بأنه ما بيعملوش يعني قس لهذا البرنامج ما بتلاقيش أستاذ مش موجود روحوا الطلبة فهي على الأقل ما يزيد على أربعين حصة في هذه المدارس ومنها ليس المهم عدد حصص اللغة الإنجليزية بقدر ما هو المهم أن في المدرسة بيئة حاضنة للغة الإنجليزية في مختبرات في مختبر لغة في مجال أنشطة لإتاحة فرصة للطلبة أن يعبر عن نفسه ويمارس هذه اللغة حتى في المجموعات فيما بين الطلاب بين المعلمين تجد هذه الفرصة وأحياناً يعتبرون بأن تميز هذه المدرسة ونتيجة تميز الطلبة باللغة الإنجليزية هذا الوضع إذا أخذنا على المدارس الحكومية بالمقارنة نجد بأنه فيه ابتعاد يعني نبتعد قدر الإمكان يمكن فيه ثقافة معينة عن حتى الحديث مجرد كلمة باللغة الإنجليزية طيب للحديث بقيبنا نسمع رأي الشارع الأردني ومن ثم نعود ما هي أسباب ضعف اللغة الإنجليزية لدى طلبتنا رأي الشارع الأردني يعني الصراحة فيه أسباب كثيرة منها يعني التعليم في المدرسة شوي بالنسبة للغة الإنجليزية مش كثير يعني الخاصة التأسيس يعني بتحسش فيه تأسيس قوي عندنا في المدارس إلا المدارس يعني الخاصة الإنترناشنال يعني بقترح يكون فيه دورات يعني خاصة باللغة الإنجليزية أو إنه يصير يعني النظام يعني أقوى من هيك عندي طلاب الأولاد في المدرسة الخاصة بالإنجليزي يعني مقبول نوعا ما لكن فيه ضعف اللغة الإنجليزية بشكل عام تمام؟ ضعف مدرسين هم بدهم تقوية مراكز خاصة ما بتقدر تحط مدرسين خاصين بدهم تكاليفة عالية وجدا ومع المسؤولية البيتية أو ربة الأسرة الأم بتعمل جهدها بحيث أنه إيش تكمل دراستها وتتابعها المحادثة يحكوا معهم بالإنجليزي أكثر حس هم متعودين على شفتي شي هي تحطي كذا قواعد لكن ما في محادثة المحادثة بتقويهم طبعا يعني بدهم جهد بالتدريس بدهم بالتدريس مش كافي تدريس تدريسهم بأخذوا الحصة وبروحوا ما بستبيدوا شي شي كما يكون في معلمة ومعلمة بيعطي حصة صح بتاعي بكون قوي يعني لا أولادي من الإنجليزي كويس لأن أنا بحكي معهم بالبيت شوي إنجليزي بنحاول نكون شوي كتراكتك في معهم طبعا طبعا لأنه بيحضر يوتيوب هلما إن شاء الله اليوتيوب ما خلق شيء لعلموا الأولاد والرسوم بتحرك وشغلها زيئة يعني دكتور هذا رئيس شارع الأردني لم يتطرق أحد الجميع تطرق إلى ما ذكرته حضرتك النقطة الأولى والثانية المعلم ومن ثم النقطة الثانية اللي هي المدرسة ولكن اليوم ما في جانب مهم على المناهج بأنه مناهجنا مثل ما حكت الأخت كلياتها قواعد باللغة الإنجليزية يوم ما دخلنا بالحديث رغم أنه بعض المدارس الخاصة اللي أنت برضو فصلتها وقسمتها إلى قسمين عندها بدل كتابين إنجليزي أو كتاب إنجليزي ثلاثة وأربع كتب إنجليزي شكرا لك يعني اللي تفضلوا فيه لناس يعني هذا متداول نعم سواء كان بما ذكروا عن التشريعات الحكومية بشكل عام الحاضنة والداعمة لتعلم اللغة الإنجليزية وهذا واضح من أي اشتراطات لأي وظيفة بغض النظر على مستوها يشترط اللغة الإنجليزية صحيح يعني فيه كثير من التشريعات فيه نغة العصر أيوة ولذلك نقول دائما بأنه اللغة الإنجليزية لها يعني عديد من الأباء أكثر من أب ودليل ذلك المؤتمر اللي يتفضل فيه معه الوزير في الجامعة الأردنية كان حشد دولي تحالف دولي المركز الثقافي البريطاني والسفارة الأمريكية وأكاديمية الملكرانيا والوزارة وشركة بيرسون اللي العالمي يعني تم حالة عطاء اللغة الإنجليزية عليها كلها حشد بده يطور باللغة الإنجليزية ماشي ممتاز لكن على الأقل الآن المناهج ترى لما متحدث عنها لا نعني الكتب المدرسي فقط نعم وإنما نعني أيضا المعلم تدريب المعلم على تنفيذ هذه المناهج بالطريقة الأنسب بيئة التعلم التربوي والتقنية والنفسية الاجتماعية كل هذه العوامل تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى اكتساب المتعلم للغة ولمهارات اللغة وللمعرفة أيضا المرتبطة باللغة الآن ويمكن بجوز خلينا أحكي لك لأول مرة أنه الفطرة البشرية الإنسانية علمتنا بطريقة دقيقة كيف نتعلم اللغة وسبيل يعني مثال ذلك باللغة العربية وأبنائنا نعم أول سنة من عمر أي طالب أو أي مولود بسمع ولذلك يعني نردد عليه ونتحدث معه كذا بدون ما يحكي في السنة النهاية الأولى والثانية بيبدأ يحكي كلمات إذن هو بسمع وبعدين بتحدث لما بروع على الروضة وكذا بيبدأ يأخذ الحروف والكلمات ويقرأ ويكتب هي أربع مهارات لتعلم اللغة لأي لغة الآن هذه المهارات يجب أن نتبعها بالترتيب مع الفطرة والبناء الإنساني ويجب أن في مرحلة لاحقة تسوي بناتنا هذا التداخل وتكامل بشكل متوازن ما نهمل يعني نركز على مهارة دون الأخرى طب الأم والأب بيحكوش إنجليزي يا دكتور ما بيحكوش إنجليزي مش لازم الأستاذ اللي في المدرسة يحكي إنجليزي أنا يعني بحكي لك بأنه ليست اللغة الإنجليزية هي النموذج بحكي عن اللغات عن اللغات بشكل عام مثلا أنا بدنا أرجع للموضوع ما نمبر أبدأ أقول لك كيف نستطيع أن نعلم اللغة الإنجليزية في المدارس الآن أول مهارة يجب أن نركز عليها في المدرسة أو في رياض الأطفال الاستماع إنه يبدأ يسمع بعد ذلك بده يجي مهارة التعبير نعم والكلام هذول المهارتين إحنا عندنا يعني ملغيات فلما بدخل الروضة بدهوا علموه الأحرف ABC بكتب كذا ولذلك عندنا بالأردن يعني بالنسبة للقراءة والكتابة إحنا زي الأجانب ويمكن أحسن وبالقرامر أحسن وحسن اللي هو عقدة اللغة الإنجليزية نعم بينما نصل للإستماع والمحادثة بنصير يعني صفر إذن اللغة العربية بنتقنها مش نتقان وإنما بنتحدث فيها كلغة التواصل لأنه مشينا حسب الفطرة فالآن كيف نستطيع أن نعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة فهذا هو المنهج تراتبية وتتابع المهارات والتركيز عليه فيما بعد بشكل متداخل نعم إذن لاحظ قيمة مختبر اللغة اللي بفوت الطالب عليه بسمع بيردد بعض الكلمات مشان ينطقها صح وبعدين الأنشطة بيعبر وفيما بعد جاي الدور على القراءة والكتابة دكتور الاعتراف بالذن فضيلة نعم واليوم تم الاعتراف بأنه في عنا خلل وقبل فترة طلع تقرير دولي بأنه عنا ضعف بالقراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية كان من ضمن هذا التقرير بدنا نعطي حلول ما بدنا نطلع بس نظر عشان الفقير يستفيد والغني يستفيد اللي معاي يحط في مدارس خاصة يستفيد واللي معاي يحط في مدارس حكومية يستفيد اليوم عدد كثير كبير من الطلبة في المدارس الحكومية هذا والجيل له حق أن يتعلم كما يتعلم أي شخص في مدرسة أخرى واليوم إذا الخلل في ولا الخلل في معلم ولا الخلل في كذا نصلح في أنفسنا حتى نقدر نخرج هذا الجيل عشان ننهض في البلد صحيح سيدي أنا يعني فعلا هو يجب أن نصل إلى وضع الحلول نعم المجربة والناجحة سواء كان في الأردن ولا أيضا من الخارج لأنه هذا هو الانفتاح اللي يجب أن نأخذ منه نتائج التجارب الناجحة الدرجة الأولى المعلم المعلم الأردني في المدارس الحكومية ليس المعلم بالمدارس الخاصة أفضل وحالا ولكن بشكل عام بالمدارس الحكومية يعني يشعر بمزيد من الإحباط وبمزيد من يعني التدني في المكان الاجتماعي هذه العناصر المعنوية هي الحلقة المفقودة للمعلم الأردني ليس الجانب المادي في المدارس الخاصة هو أفضل حالا من هذا الجانب لأنه يعني هناك الوظيفة مرتبطة بتقييم الأداء وبالاهتمام وبمتابعة الطلبة فكيف نستطيع أن ندفع بالمعلم ليكون أكثر اهتماما في هذا الحل الأول الحل الثاني أن يعني نفتح المجال بمزيد من الوقت حصص النشاط داخل المدرسة وخارج المدرسة أن يكون ما يسمى بالقرية الإنجليزية أو بفترة من الحديث باللغة الممارسة والتجرب التركيز على مختبرات اللغة أنا أعتقد أن هذا من أفضل ما يمكن أن يدخل إلى الجانب الآخر هو التشريعات تشريعات كيف نستطيع أن نضمن بتشريع يدعم تعلم اللغة الإنجليزية طبعا كما يدعم اللغة العربية وغيره الأمر الأخير هو المواد الأخرى المواد الأخرى أنه كل ما كان في مواد أخرى رياضيات وعلوم ولو حصة بلغة بلغة الأجنبية تعطي فرصة أكبر وأيضا مجال الممارس للحديث بقي يا دكتور ولكن عن مناهج أخرى وعن تسمح لي بس اللحظة عن المناهج بقى أقل ثلاثين ثانية عن المناهج المناهج ليست الجديدة أفضل من السابقة ولكن نتمنى أن تكون الجديدة قد أخذت هذا التركيز الشامل لأنني كنت لما يعني عملنا الإطار العام نعم ركزنا كثيرا على أن تكون المهارات الأربعة في اللغة مركز عليها وأن يكون السنوات الأولى تركز على الاستماع والتعبير وياريت أن هذا بالتنفيذ يكون قد حصل وأنت تحدث بأن المنهاج ليس فقط الكتاب إنما طريق أسلوب التدريس وتدريب المعلم وهي منظومة متكاملة نسعى لتطويرها لتطوير أبناء البلد ولنهضة الأردن أشكرك جزيلا شكر دكتور محمود المساد وأنت المدير السابق للمركز الوطني لتطوير المناهج شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا